مكية فترة مدنية فترة مكية الصحابة كانت في وقت ضعف وكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الواقع المكي يختلف عن تعامله مع الواقع المدني لأسباب كثيرة الأمر هو كان المسلمون في ضعف الأمر الثالث لم تكن شريعة قد اكتملت لم يكن لنبي صلى الله عليه وسلم منعه ولا قوة الأمر هو أن الإسلام لم ينتجر ولم يتسع فيه الأفاق فهذا تؤكد أن الواقع المكي يختلف عن الواقع المدني فالنسان هيكون في ضعف يتعامل مع هذا الضعف بما توجبه الشريعة لا يتنازل عن مبادئه ولا يساوم على دينه ولكن لا يقدم مقدام الذي له منعه وله شوكه وله قدرة في هذا الوقت يراعي المصلحة ويدرأه المفسدة فيتعامل مع هذا الواقع بشيء من الحكمة ويتعامل مع الواقع الآخر بشيء من القوة والحزم وقول كلمة الحق وما يتعلق بذلك أما إيجاد واقع مكي كله على واقعنا فهذا ليس له أصل في الشرع إيجاد واقع مكي كله على واقعنا هذا ليس له أصل في الشرع نحن على الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل على لنبيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولكن هذا في فترة اللاعف يمكن الإنسان أنه لا يقدم لأنه خشت أن يذل نفسه أو خشت أن يفتن في دينه ليس لتغير الحكم الشرعي ولكن لذلك الرجل ولكن لو أراد أن يقدم وعنده قوة وعنده منعه كان هذا محموداً أمره للأدلة التابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أما تزيل الواقع المكي على واقعنا هذا في الحقيقة من أخطاء بعض المعاصرين ولا أثر من أثار الدعوة وتنظير الفكري بدون علم ولا أثر من أثار الدعوة وتنظير الفكري بدون علم لأن المنطلق يكون علمياً المنطلق الفكري التنظيري أو المنطلق النظري أو المنطلق الحركات بعض الحركات الإسلامية تعالج وضعها مستأنسة بالوضع المكي وهذا غلط لأن الوضع المكي لا ينزل كله على واقعنا لأنه بالتالي نسلخ كثيرا من التوابط الشرعية وفي نفس الواقع المكي لأن الشريعة مكتملت لأننا الآن الواقع اكتملت فيه الشريعة الأمر الآخر أنه مع وجود الفترة المكية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا من الحق المواجهة نعم لأسباب لكن يكون النساء يخفي من الحق تواقع كثيرا الناس الآن لا يقول الحق لأنه يعتبر نفسه في واقع مكي وتكون أسلحة سرية وما يتعلق بذلك وهذا غير صحيح وليس له أصرق الحق ومربطه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر